بالرغم من الأخبار الكتير اللي كانت ترند خلال الأسبوع اللي فات إلا أن صورة الفنانة ياسمين عبدالعزيز مع قطتها المختلفة جداً عن بقية القطت اللي احنا نعرفها كانت من أكتر الحاجات اللي شغلت الناس في الترند ياسمين بعد ما نشرت الصورة عملت حالة كبيرة جداً من الجدل عند الناس خصوصاً إن كان فيه ناس كتير أول مرة يشوفوا النوع ده من القطت وعشان نعرف أكتر عن قطت ياسمين عبدالعزيز وعن بعض الفنانين اللي شتهروا بتربية حيوانات مختلفة في بيوتهم تعالوا نشوف التقرير ده القطة سفينكس أو القطة الكندي اللي ظهرت به النجمة ياسمين عبدالعزيز على السوشيال ميديا وأثارت حالة كبيرة من الجدل والرعب عند متابعين ياسمين ما كانتش هي أغرب حيوان بيمتلك النجوم في مصر والعالم صحيح النوع ده من القطط بيعتبر الأغرب والأغلى لأن سعره بيوصل لحوالي 150 ألف جني مصري لكن ياسمين مش الوحيدة اللي مهتمة ربي أنواع ندرة ومختلفة من الحيوانات الممثل والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا النجم أرنولد شوارزنيجر اشتهر بعشقه الكبير لتربية حمار وحصان من نوع بوني لدرجة أنه نشر صورة لي على صفحته الشخصية على إنستجرام وهو بيشاركهم وجبة الفطار على السفرة الحمار أطلق عليه الفنان الأمريكي اسم لولو والحصان سماه ويسكي الفنانة سلمة حيك من محبي الطيور لكن الطيور اللي بتحبها نجمة هوليوود مش عصفير ولا أي نوع من الطيور المغردة لكنها البوم سلمة ظهرت على صفحتها على إنستجرام معاها بومة رمادية اللون الغريب في الموضوع أن البومة ظهرت وهي بتصفف شعر سلمة النجمة الأمريكية الشهيرة كريستين ستيورت بطلت سلسلة أفلام توي لايت عرف عنها حبها للكلاب الشبيهة بالزئاب من نوع هاسكي وظهرت النجمة في أكتر من صورة ليها معاهم على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حب نجمة هوليوود للنوع ده من الكلاب خلها تمتلك أربع منهم في منزلها ومن النجوم المصريين هنلاقي الفنان أحمد فهمي اللي اشتهر بحبه الشديد للكلاب لدرجة امتلاكه مزرعة للكلاب حب فهمي للكلاب خلاه يعمل صفحة خاصة لكلبته زيزي على إنستجرام وكمان ظهر في أكتر من صورة مع أنواع مختلفة من الكلاب اللي بيمتلكها